تدور لتعود إلى يد المواطن بطريقة أو بأخرى مجبرون لا مخيرون يأخذ المواطنون أوراق العملة التالفة للتعامل معها إما عن طريق تسلم ما تبقى من رواتبهم أو من دورانها بالبيع وشراء في الأسواق والمحلات التجارية تفاقم المشكلة جاء بسبب انقلاب الحوثيين على السلطة والاستحواذ على مؤسسات ومقدرات الدولة وفي مقدمتها البنك المركزي الذي تحدثت المعلومات سابقا أن الجماعة الإنقلابية نهبت أربعة مليار دولار من الاحتياطي النقدي في البنك وهو ما دفع بالمنظومة المصرفية إلى طريق الانهيار وعلى الرغم من محاولة رفض البواطنين التعامل بها إلا أنهم يواجهون أزمة النقود بقلق بالغ حيث تغيب السياسة النقدية ويحضر تخبط الجماعة الإنقلابية وتطغى على السوق في ظل سعار الحرب التي تشنها الميليشيا بينما تتسبب بشروخ عميقة في الاقتصاد كما تراجعت فرص تعويض العملة بأي عملة أخرى خصوصا وأن المخول الوحيد عن ذلك هو البنك المركزي بالإضافة إلى أحقيته بمصادرة العملة من الأسواق أو الإبقاء عليها فالمحافظة عليها من التلف لا يمكن أن يتحقق إلا بإصدار وطباعة كميات جديدة وهو ما لا يمكن التحايل به الآن بالنسبة للجماعة الإنقلابية في ظل الأوضاع الرهنة